بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هذه الآية الكريمة قوله جل في علاه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين من سورة القصص تتحدث عن مقارنة بين حال الدنيا وحال الآخرة وبين من ينعم الله عليهم بالمتاع الدنيوي وبين من ينعم عليهم سبحانه وتعالى بالمتاع الأخروي وجاءت الآية الكريمة بعد ذكر المتاع الدنيوي حتى تبين لعباد الله أن الدنيا بما فيها من متاع لا تعدل شيئا عند الله وهذا ما يبينه سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء فالدنيا ومتاعها زائلة وقليلة بالمقارنة بمتاع الآخرة كثير من الناس يغتر بمتاع الدنيا بل وربما حزنة على أنه لم يرزق في هذه الحياة المال ولم يرزق السعة ولم يرزق العطاء الوافر وربما نظر إلى من رزق هذا العطاء فاعتقد أنه قليل عند الله وأن هذا الذي رزق المال والعطاء والدنيا والرخاء أفضل منه عند الله والله سبحانه وتعالى يبين عدم صحة هذا الاعتقاد ويبين أن الاعتقاد الصحيح هو أن الجائزة والفوز الحقيقي إنما هو الفوز بنعيم الله وبرهان هذا واضح إذ أن هذه الدنيا مهما طالت فكم سنة تبلغ سبعين سنة ثمانين سنة لكن الآخرة متاعها مستمر صرمدي لا ينتهي ولا ينقطع كذلك نعيم الدنيا الإنسان يهدد فيه إما بزوال النعيم أو بزواله هو بموته أو بزواله وزوال نعيمه كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أما المتاع الأخروي فإنه صرمدي لا يهدد المسلم فيه بزواله ولا يهدد بزوال نفسه عن المتاع ولا يهدد بزواله وزوال متاعه فهو باقي أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه يعني جزاء وافرا سيلقاه يوم القيامة بالنجاة بين يدي الله والفوز بجنة الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه هذا لا يقاس ولا يقارن بمن زاق متاع الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يبرز مثال تطبيقي على هذه الآية الكريمة في قصة سيدنا رسول الله مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه يوما فوجد رسول الله وقد نام وأثر الحصير الذي نام عليه في وجنته وفي خده الشريف فبكى سيدنا عمر وقال له يا رسول الله أنت تنام هكذا وقصرى وقيصر ينامون على الحرير فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ويكون لنا عند الله الآخرة هذه هي التطبيق هذه هي المعنى المراد بالآية الكريمة حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ما عند الله هو خير وأبقى وإننا نختزن الأعمال الصالحات ليوم نلقى الله سبحانه وتعالى فيه فلا يجزع من ضيق عليه في رزقه ولا يضجر بفقر مضجع أصابه ولا يحزن لأنه فقد متاع الدنيا ما دام محبا لله ورسوله ما دام متقربا إلى الله ما دام مصليا ما دام صائما ما دام داعيا ما دام متوسلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحصل له النجاف الآخرة فإنها هي عين الحسنة وهي عين النجاف وهي عين الفوز العظيم والله سبحانه وتعالى يقول ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما بالكم بمن فاز بالفردوس الأعلى وصحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين إن ذلك لهو الفوز العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى الفوز بجنات النعيم وأن نعيش في حياتنا على رضا منه ورضوان وننقلب إليه يوم القيامة فيعطينا الجزاء الأوفى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته